اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية ايجاد معلومات الامن على هاتفكم سامسونج قم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقها اعفا على حول الهاتف من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المعلومات القانونية من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على معلومات الامن وهنا سنقوم بإيجاد جميع معلومات الأمن وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على الزل لايك والاشتراك في القناة أفنوا الاشتراك في القناة ونعاكم في فيديوهات القادمة ونعاكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة